في سبيل تعزيز التعاون العلمي والبحثي لإرساء القواعد السليمة للتنمية المستدامة وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجفة والأراضي القاحلة اكساد اتفاقي التعاون مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مقر الوزارة للاستفادة من الجهود المشتركة لتنفيذ البرامج العلمية التطبيقية بين الجانبين هذه الاتفاقية تضمنت اقامة بحوث علمية مشتركة ما بين الباحثين في الجامعات والخبراء والباحثين في هذا المركز سواء في المحاصيل الزراعية كما ذكرت او الثروة الحيوانية والموارض الطبيعية اضافي لذلك اقامة ندوات ومؤتمرات علمية وورشات عمل مشتركة في هذا المجال وايضا ان تشمل هذه الاتفاقية موضوع طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه بحيث يختاروا مواضيع هامة ضمن الواقع العملي وباشراف علمي مشترك من الطرفين الاتفاقية تنص على اجراء دراسات وبحوث وتجارب علمية متخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنظيم الدورات التدريبية واللقاءات والمؤتمرات وتبادل الخبرات العلمية ستكون هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الاساس الحقيقة في البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من الخبرات والكفاءات والبحوث العلمية التطبيقية الموجودة لدى وزارة التعليم العالي وايضا تبادل الخبرات والمجلات والتأهيل والتدريب والتحكيم الحقيقة ايضا بالنسبة للخبراء في كل الجانبين كمنظمة اكساد ووزارة التعليم العالي المركز العربي اكساد هو منظمة عربية متخصصة هدفها توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي وتبادل المعلومات والخبرات